ليس خسوفا عاديا انه خسوف القمر الدموي اطول خسوف قمري في القرن الواحد والعشرين بمدة استمرت نحو اربعة ساعات اسمه العلماء بالدموي بسبب تحاول ظل القمر الى الاحمر بدلا من ان يختفي في الظلام لان الارض ستقع بينه وبين الشمس وتمنع سقوط اشعاتها عليه ويحدث الخسوف عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الارض مما سيؤدي لانخساف كامل قرص القمر ودخول مساحات كبيرة من الكوكب في ظلام تام ولانها ظاهرة فريدة تجمع سكان الارض حول العالم لمتابعتها خاصة عند المعالم الرئيسية كاهرامات الجيزة وبرج دبي في الامارات وجزيرة سانتوريني اليونانية وحديقة برومينايد بارك في قبروس ويشهد القرن الواحد والعشرين وفقا للعلماء مئتان وخمسة وعشرين ظاهرة خسوف للقمر منها خمسة وثمانين كلية وستة منها فقط تستمر اكثر من ثلاث ساعات اطولها كان خسوف القمر الدموي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر